كنت أسألك عن موضوع هذا الشيء بعد خبص وبرايات كنت أسألك دونو صبي تحديداً كصفقة هو كويس بس مش من نوعات البرازيليين زي مثلاً الناس العرفاهم هنا في مصر مثلاً كينو اللي كان من ثلاث سنين مع بيراملز كان ولد بيخلص يغير ويحير كده على الأرض الملعب ده كويس مسته إنه عنده قدرة على استغلال الفرص وميزة الفرق الكبيرة إنها تستغل فرص زي الخطأ خد الكورة بشمالة على يمين وخلص الكورة في المرمى طبعاً ما أخطأ عواد وعواد بالمناسبة أنا بس بروح باجي مع العيبة لأنه كل حاجة لازم تتقل لذي تفاصيل في مثل هذه المباراة ليه عواد ما اتخذش منتخب مصر مع راجل المدير الفني السويسري البرتغالي روي فيتوريا مدير الفني المتخب الأول الناس قلت لها قالت ده أحسن حارس في مصر اللي بيعمل سكاوتنج في الكورة يعرف كواس قوي ليه أخطأ وهفوات تودي الكوارث قدامه وبيطلع كتير قوي بيسرح كتير قوي وده ما ينفعش في كورة القدم ولذلك هتلاقوه في اللحاجات الكبيرة قوي مش موجود ما يزعلش مني بس لازم يتزبط لازم يتزبط لا بالعكس يعني وحنا بنتكلم على يعني فيه فرق بيننا أنطقة حد لمصلحة أو نقطة بناء زي ما بنقول احنا في الأول في الآخر عايزين يكون عندنا أفضل حارس مرمى ومش بس حارس حرة واسمرمة عايزين في الآخر عايزين عندنا أفضل لاعبين فحنا في الأول في الآخر يا مش فكرة تكسير بالعكس يعني احنا بنحاول نشاور فين الحاجات اللي ممكن نصلحها مية في المية وده اللي مثلا الفرق ما بينه ما بين الشناوي في اختبارات قليلة اللي كان كان حاضر وعارف بيعمل ايه في مكانه كحارس مرمى حتى في الكورات الصعبة زي ضربة ثابتة في نهاية شوت الأول بتاعت زيزو اللي تحطت على أمينه بإيد واحدة قدر ان هو يعمل التراي بشكل حلو قوي لأنه مثل هذه المباراة مباراة الحراس في كتير من الأوقات فالشناوي كان لها أعوات بالعكس ما كانش في الموعد في كتير من الكورات تحديد أن الهدف الأول لأنه كان غلطته مع غلطة الدفاع طيب جوزفالدو بريرا ليه ما نزلتش زيناري مصطفى زيناري اهو صفقة وموجود على البنش على ديكة البودلاء ومدافعة ايه القوي يعوض الوينش في غيابه لأ طيب ليه قد تكون الحالة احنا ما نعرفهش بس اللي جاي لنا من تقارير موجودة من الجهاز الفني أنه لا اللعب في أفضل جهازية والدفع بعمر سيسي على سبيل المثال والدفع بعض اللعبين اللي هما من البداية أصلا زي زكريا الوردي ما تقلمش ايه في مثل هذه المباراة لا مش صحة وممكن كنت تتلعب تشكيلة كلاسيكية تماما بس يكون فيها جراءة هجومية أكتر تحديدا من على الطرفين ومش لازم تلاتة علشان ما يدخلش فيك أهداف من الأول دي مباراة ما يدخلش فيك أهداف بس الأهل يلعب بالأربعة في الخلف وقدر ان هو يتحكم في رتم المباراة على الاردين